بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته درسنا اليوم لمادة الرياضيات هي الصف الثاني الابتدائي للتربية الفكرية الفصل الدراسي الأول معكم المعلمة أمل التمامي اليوم بإذن الله سنكمل درس الأدد ثلاثة أخذنا مجموعة من الأهداف التعليمية حققنا معظمها يتبقى لنا الهدف الأخير وهو الهدف رقم سبعة أن يكتب الطالب والطالبة حل تمارين الكتاب الدراسي الحصة الماضية قمنا بحل بعض هذه التمارين تمارين الأول والثاني والثالث اليوم بإذن الله سأقوم بمراجعة هذه التمارين التي قمنا بحلها في الحصة السابقة ثم سأبدأ بحل التمارين الجديدة معكم سويا إذن سنبدأ بالقوانين قبل بدء الحل هناك قوانين في الدراسة عن بعد مثل المدرسة أول قانون الحرص على الذهاب إلى دورة المياه قبل بدء الحصة حتى لا يفوتك الدرس أيضا إحضار الكتاب والقلم والممحة عند الحاجة عدم مغادرة الحصة قبل انتهاء الدرس ثم الجلوس بجانب ولي أمرك في مكان هادئ جلسة صحيحة هل أنتم مستعدون الآن؟ طيب خلونا نبدأ أولا بفتح الكتاب على أول نشاط هذا النشاط قمنا بحل في الحصة السابقة سأقوم بمراجعة سريعة له ثم سأبدأ بالتمارين الجديدة المطلوب هنا في نشاط رقم واحد صل الأدد ثلاثة بالعدد الذي يطابقه هنا عندي العدد ثلاثة باللون الأخضر وبحثنا عن العدد الذي يطابقه في الأسفل وجدنا أن هذا هو العدد ثلاثة الذي يطابق العدد الثلاثة الموجود فوق قمنا برسم خط مائل بينه وبين العدد الثلاثة الموجود في الأسفل إذن هذا هو الحل الصحيح لنشاط رقم واحد تأكدنا من الإجابة الصحيحة طيب نقلب الصفحة على النشاط الذي يليه المطلوب في نشاط رقم اثنان صل بين العدد هذا هو العدد وهو ثلاثة والفاكهة التي يتمثل مدلوله ثم قم بالتلوين وجدنا هنا عندي كرز كمترا موز قمنا بالعدد سابقا وجدنا أن الكرز واحد اثنان عددها فقط اثنان إذن سأترك الكرز ولا أقوم بإيصاله للعدد الثلاثة لأنه غير مناسب الكمترا واحد أيضا غير مناسب ولا يمثل المدلول الصحيح للعدد ثلاثة أما الموز واحد اثنان ثلاثة ثلاثة قطع من الموز إذن هي المدلول المناسب الذي يمثل العدد ثلاثة سأقوم برسم خط بينه وبين المدلول الذي يمثله طيب هذا جزء من السؤال الجزء الثاني مطلوب إني أقوم بتلوين الموز الموز إيش لونه؟ أحسنتم أصفر إذن سأقوم بتلوين الموز باللون الأصفر أنا فقط الآن أقوم بمراجعة التمارين السابقة لم أبدأ بدرس اليوم إذن لوننا الموز باللون الأصفر طيب الآن ننتقل للتمارين الثالث الذي توقفنا عنده في الحصة الماضية نشاط رقم ثلاثة ضع دائرة على الطائرة التي تحمل الرقم ثلاثة هنا عندي مجموعة من الطائرات كل طائرة يوجد فوقها عدد معين أنا أريد فقط في هذا التمرين العدد ما هو؟ ثلاثة ثلاثة أين وجدنا العدد ثلاثة؟ أين وجدنا العدد ثلاثة؟ في أي طائرة؟ أحسنتم هذه هي الطائرة التي تمثل العدد ثلاثة ثلاثة هل يوجد طائرة أيضا تحمل العدد ثلاثة؟ خلونا نشوف هذه الطائرة ماذا تحمل أي عدد؟ أخذنا سابقا أحسنتم واحد ماذا عن هذا العدد؟ ممتاز اثنان وهنا العدد ثلاثة الذي هو درسنا لليوم طيب الحصة الماضية توقفنا عند هذا النشاط الآن سأبدأ بالأنشطة الجديدة لدرس اليوم سأبدأ بنشاط رقم أربعة اقلب الصفحة على نشاط رقم أربعة سأقوم بقراءة السؤال ثم أعطيك فرصة عزيزي الطالب والطالبة للتفكير قليلا بالحل الصحيح لهذا النشاط ننتبه أحب كل ثلاثة عناصر معا كما في المثال هنا مجموعة من الطائرات لكن أريد أن أكون مجموعات كل مجموعة داخلها ثلاثة طائرات مثل هذا المثال واحد اثنان ثلاثة هذه مجموعة أحطناها بدائرة تمثل مجموعة واحدة لكنها تتكون داخلها من ثلاثة عناصر أيضا في الطائرات المتبقية أريد منكم أعزاء الطلاب والطالبات أن تبدأوا بالبحث عن ثلاثة طائرات ثم إحاطتها بدائرة نبدأ ثم نعود مرة أخرى عدنا لكم الآن في نشاط رقم أربعة قلنا المطلوب أن نحيط كل ثلاثة عناصر معا كما في المثال ووجدنا أن هذا هو المثال موجود في الكتاب طيب نبدأ بالعد ثم نقوم بإحاطة هذه الطائرات الثلاث في مجموعة واحدة يلا نبدأ واحد اثنان ثلاثة ثلاثة إذن هنا عندي ثلاثة عناصر ماذا سأفعل الآن؟ سأضع حولها دائرة لأنها الآن تكون لمجموعة واحد اثنان ثلاثة أفضل أن الطالب يكتب الأرقام داخل كل طائرة حتى لا ينسى العدد ثم يضع حولها دائرة طيب نبحث ما زال هناك طائرات أخرى أريد أن أمثل أيضا مجموعة تتكون من ثلاثة عناصر يلا خلونا نبدأ نعد الطائرات واحد اثنان ثلاثة إذن هنا لدي ثلاث طائرات ماذا سأفعل الآن؟ أحسنتم سأضع حولها دائرة لأنها الآن تكون مجموعة إذن هنا مجموعة وهنا مجموعة وهنا مجموعة أخرى وكل مجموعة داخلها فقط ثلاثة 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 طيب أيضا متبقي طائرات خلونا نعد نشوف هل هي تمثل ثلاثة عناصر أو لا واحد اثنان ثلاثة إذن تمثل ثلاثة عناصر إذن ماذا سنفعل؟ سنقوم بإحاطتها بدائرة هكذا هل هي بتبقى عندي طائرات؟ لا أنتهت الطائرات كل طائراتي وضعت حولها دائرة بحيث كل دائرة تحتوي على ثلاث طائرات هنا واحد اثنان ثلاثة هذه مجموعة واحد اثنان ثلاثة هذه مجموعة أخرى أيضا واحد اثنان ثلاثة هذه مجموعة أيضا أخرى وهنا واحد اثنان ثلاثة أيضا هذه هي المجموعة الأخيرة إذن هنا كونت عدة مجموعات لكن داخلها ثلاثة طائرات أو ثلاثة عناصر إذن هذا هو الحل الصحيح لنشاط رقم 4 انتهينا تأكدنا من إجابة الصحيحة إذا لم ينتهي الطالب أرجو منك عزيزي ولي الأمر أن تقوم بإيقاف المقطع لإعطاء فرصة كافية للإجابة الصحيحة والانتهاء من الحل ثم انتقل للنشاط الذي يليه طيب الآن سنكمل انتهينا من نشاط 4 نقلب الصفحة على النشاط الذي يليه نشاط رقم 5 نشاط رقم 5 فتحنا الصفحة ستشاهد عزيزي الطالب والطالبة نفس الصورة الآن الموجودة أمامك على الشاشة سأقوم بقراءة السؤال سمي الأدد ثم لونه هنا عندي أدد بشكل كبير تذكرون هذا العدد؟ أخذناه تدربناه على مدلوله واسمه وترتيبه ما اسمه؟ أحسنتم ثلاثة ثلاثة ما رأيكم الآن أنه مرر إصبعنا في الهواء هكذا؟ ثلاثة ثلاثة أحسنتم طيب الآن سمينا العدد جزء من السؤال مطلوب ثم لونه إذن الآن أحتاج إلى الألوان الخشبية لتلوين العدد إذن مطلوب أن نسمي العدد سميناه مع بعض الآن جاء دورك عزيزي الطالب والطالبة أن تختار اللون الذي ترغب أو تفضل من الألوان الخشبية وتبدأ بتلوينه أنا سأقوم باختيار اللون الأحمر وسأبدأ بتلوين العدد ثلاثة باللون الأحمر أنت عزيزي الطالب والطالبة اختار اللون الذي تحب وتفضل أزرق، أحمر، أصفر، أي لون أهم شيء لون العدد هذا هو لعدد ثلاثة شوفوا تلاحظوا التعرجات لعدد ثلاثة إذن ماذا فعلت؟ لونت العدد ثلاثة أنا اخترت اللون الأحمر أنتم اختاروا اللون اللي تفضلون كذا أنتهينا من تلوين العدد ثلاثة إذن لوننا العدد ثلاثة هذا هو الحل المناسب لنشاط رقم خمسة أنا سأتوقف عند هذا النشاط بإذن الله غدا سأكمل بقية الأنشطة الموجودة في الكتاب الدراسي للطالب والطالبة أتمنى أن يكون درس اليوم مفيد لكم ولا ننسى إذن أولياء الأمور أن نقوم بتعميم مهارة العدد ثلاثة من خلال تدريب الطالب على تسمية العدد ترتيبه استخراجه من بين مجموعة من الأعداد أيضا تمثيل مدلول العدد باستخدام الأغراض المتوفرة في البيئة المنزلية أتمنى أن يكون درس اليوم مفيد لكم كانت معكم المعلمة أملة تمامي مع السلامة شكرا